سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم معدلة بواسطة الكمبيوتر بينما قال آخرون إنه راقص لكن الأكثر احتمالا هو أن هذا الرجل يعاني من مرض يصيب العظام كيان مظلم غريب يحيط بشخص في منتصف الشارع هذه المرة لا يمكننا القول بأن سلوك هذا الرجل الذي ضبط في منتصف الشارع غريب خصوصا مع وجود هذا الشيء الغامض الذي نراه بجانبه والذي يبدو كأنه ضباب غريب يحاول امتلاكه هناك أيضا الكثير من النظريات حول سلوك هذا الرجل إحداها أنه عانى من صدمة كهربائية وما رأيناه كان مجرد ضباب أسود أو دخان نتجا عن التفريغ الكهربائي سلوك غريب أثناء النوم يظهر هذا الفيديو مشهدا مخيفا لشاب نائم يتصرف بطريقة غريبة كما لو أنه يتخبط من مس الجن كما يظهر من خلال المقطع ظل غريب يبدو وكأنه حاول تبلك جسده قبل أن يبدي الشخص استسلامه مخلوق غريب نصفه رجل ونصفه الآخر وحش وجه هذا الفيديو جدلا واسعا لدرجة أنه تم عرضه من طرف العديد من قنوات اليوتيوب حيث نرى في البداية ما يعتقد أن نصفه إنسان ونصفه وحش بعد ذلك صرح آخرون بأن حقيقة المظهر الغريب الذي يظهر عليه الرجل ما هو إلا مرض ويراثي يجعله يبدو بهذا الشكل لا تنسى أن شبكة الإنترنت تضم العديد من مقاطع الفيديو المشابهة والتي تظهر العديد من الأشخاص يمشون بنفس الطريقة سنعند في الفيديو الأخير المذهل هذا والأكثر إثاره الذي تم التقته أثناء عرض في بريطانيا السلوك الغريب لزوجة الأمير هاري حين أضرت رأسها لرؤية زوجها رصدت الكاميرا حركة وجهها المقلقة التي تشبه الدمية أو الروبوت ما رأيك أنت؟ إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم